التهجير غير واقعي لا التهجير واقعي جدا انا بدأ سألك سؤال معلش دكتور اول ناس رفضوا فكرة التهجير وموقف التهجير الاردن ومصر وكانوا واضحين ما فيه تهجير اليوم اذا بنروع على الخارطة في غزة ونشاهد ما تقوم في اسرائيل هو عملية التهجير غير مباشرة ساحف حتى يوصلوا للرفح وبعد ذلك من رفح من ممكن ان يتم فتح المعبر الى مصر واقع ام لا انا اخي عمر بدي احكي مش غير مباشر لا هو مباشر مباشر خلينا ندرك انا ممن تحدثوا مرارا في هذا الموضوع خلينا ندرك ان الائتلاف الحكومي الحالي في اسرائيل لا يريد الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة او الفلسطينية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وقد عبر عن ذلك مرار المرات ونفترض ايضا ان هذا الائتلاف لا يريد ان يحكم اغلبية فلسطينية في الاراضي التي يسنطر عليها لان حكم الاقلية اليهودية للاغلبية العربية هو حكم نظام فصل عنصري حكم ابرتهايد وبالتعريف القانوني للكلمة وليس بالتعريف الانفعالي للكلمة طيب اذا اسرائيل لا تريد لا دولة فلسطينية ولا اغلبية فلسطينية ما هو البديل؟ الوحيد هو التهجير تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر وتهجير الفلسطينيين من الضفة الى الاردن كنا نقول في الماضي ان التهجير الجماعي شيء من الماضي وان العالم لن يقبل بهذا الكلام لكن حقيقة بعد الازم السوري وبعد الحرب الروسية الاوكرانية شهدنا ملايين هجرت من روسيا ومن سوريا ومن اوكرانيا والعالم قبل بهذا الكلام اذا لا نستطيع ان نقول ان سيناريو التهجير سيناريو غير واقعي بل هو السيناريو باعتقادي الواقعي جدا بالنسبة له هذه الدولة الاسرائيلية العنصرية يعني صفقة قرن عسكري تماما من قطاع غزة الى مصر ومن الضفة الى الاردن بهذا الوضوح وبهذه البساطة والادارة الامريكية هي من تدعم هذا الموقع لا 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 ما اقول ذلك لا اطرح سؤال هو سؤال لا الادارة الامريكية لا تدعم التهجير لا تدعم لا تدعم التهجير واعتقد انا ما عنديش معلومات لكن اعتقد ان موضوع التهجير طرح البارحة بشكل يعني كبير على الطاولة والموقف المعلن للادارة الامريكية انها ضد التهجير لانها تدرك ان التهجير سيدر ايضا بحلفائها يعني في الاردن وفي مصر فانا لا مش من اللي بيقولوا ان هي مع التهجير ولكن الادارة الامريكية اليوم التي كانت تقول في الماضي ان التهجير موضوع خيالي غير واقعي لا تقول ذلك اليوم يعني هي اليوم تكاد تكون مقتنعة بان حقيقة هذا ما تسعى اسرائيل له اشتركوا في القناة